مستقبل غيل كامل من الغزيين في خطر جسيم بهذه العبارة علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم على النقص الحادي في الغذاء الذي يعانيه مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني في قطاع غزة ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع للشهر الخامس على التوالي صارت المجاعة أمراً واقعاً في مناطق عدة من غزة في ظل ضعف وصول المساعدات إلى السكان جرى التعنت الإسرائيلي وإذا آأ هذا التعنت لجأت دول عدة إلى توصيل المساعدة الغذائية والإغاثية بالإنزل الجوي أو عبر البحر لكن هذا ليس كافياً لإنقاذ أهل القطاع من الموت جوعاً الجهود الأخيرة لتوصيل الغذاء عن طريق الجو والبحر إلى غزة هي موضع ترحيب ولكن استخدام المعابر البرية هو وحده الذي سيتيح توصيل المساعدات على نطاق واسع لمنع المجاعة يموت الأطفال بسبب الآثار المجتمعة لسوء التغذية ونقص المياه والصرف الصحي وحتى المساعدات التي تدخل القطاع بالفعل تواجه تحديات أمنية كبيرة حتى تصل إلى المستحقين وهو ما جعل منظمة أممية مثل الصحة العالمية عاجزة عن توزيعها إن مستقبل جيل كامل في خطر جدي الأطفال الذين يعانون سوء التغذية تحديداً يحتاجون إلى أغذية علاجية والإمدادات من هذا النوع من الغذاء موجودة في غزة لكن لا يمكن توزيعها بأمان عقبات هائلة تعترض دخول المساعدات إلى غزة لن تنتهي كما تقول المنظمات الأممية المختلفة إلا من خلال وقف إطلاق النار وفتح المعابر الحدودية التي أغلقتها إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر